حضرتك ممكن تنزعج لو وصفوا فنك بأنه مكرر ما فيهوش جديد؟ ناس بيصفوا كده وناس بيصفوا يعني عندهم رأي آخر وأنا مع حرية التعبير والرأي يعني ما يلي يلي بيشوف فني كده ما يسمعنيش بحد يزدربه على ايده ولا على ودانه يسمع يعني لو حد جي لحضرتك وقال إن كلمات الأغاني كلها بتدور في فلك واحد مثلا على طول حب العشق الهيام ده يضيقك ولا يبسطك إنك متخصص في حتة واحدة ولا يضيقني ولا يبسطني ولا كأنه موجود لأنه حد عنده رأي يعني إحنا مليارات البشر كل واحد عنده رأي أنا بشوف دي عندك رأي فيها وأنا عندي رأي مختلف ديس اس بيري نورمال يعني طب حتى لما بتوض مع نفسك ما بتقولش فعلا أو بتفكر فيه لحظة مثلا لا أنا ممكن أغير ما أنت بتحب مثلا زيادة الرحباني سمر أنا بقليه 40 سنة ناجح طبعا لو أنا بكرر نفسي مفضلتش اليوم راغب علامة ده أكيد طي ما حدش هيقدر يقول واتشت ما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر